سهير المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي والسيد عبدالله قاسم لحلوح وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية الذين أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر إقامة السفير الفلسطيني في نواكشوت على عمق العلاقات الفلسطينية الموريتانية وضرورة العمل على تقوية التبادل الاقتصادي بين البلدين من خلال الشراكة بين القطاع الخاص الموريتاني والفلسطيني المشروع بحسب وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية يشمل في مراحله الأولى تعزيز مساهمة القطاع الزراعي الموريتاني في الأمن الغذائي من خلال استفادة من الخبرات الفلسطينية في هذا المجال حيث تعكف مجموعة من المهند